بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شهر رمضان شهر رمضان ليس من الأشهر الحرم التي قال الله تعالى في شأنها إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم تب ليه ما رمضان ليه رمضان بالذات على وجه الخصوص هو الذي فرض صيامه على أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليه الإجابة الحمد لله جاءت من ربنا ولم تطلق لاجتهادنا شوف اقرى الآيات كده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيكونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا سادة الزمان يعرف بالزمان وقول لك والله أنا هجي لك الأسبوع التاني من شهر كذا يعني من يوم كذا اليوم كذا الزمان يعرف بالزمان فكان ممكن يتقال شهر رمضان اللي قبله شهر شعبان وبعده شهر شوال على الحساب اللي هيجريه الشهر رقم تمانية ما هو بعده شوال وذو الكعدة يعني يبقى تسعة وعشرة يبقى شهر تسعة لشهر عندنا شوال وذو الكعدة وذو الحجة وينتهي العام شهر تسعة إنما لا ما قالش بالراقم لا قال بحاجة تانية خالص شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله يبقى كأن كأن رمضان يحتفى فيه بنزول القرآن ويشكر الله سبحانه وتعالى على تنزل القرآن في شهر تنزل القرآن بصيام نهاره وقيام ليله وعشان كالك كان في ارتباط بين الاتنين الناس هم يقول لي الصيام والقرآن يشفعان للمسلم يوم القيام الصيام والقرآن يشفعان الله أكبر يشفعان للمسلم يوم القيام يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب نهارا فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم ليلا فشفعني فيه فيشفعان أو فيشفعان الله إذن معنى هذا أنه رمضان فضل وهو أفضل شهور العام وخصة بالصيام لإقامة ركن من أساسيات الدين ركن الصيام ركن الرابع بني الإسلام على خمس إن شاء الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان ثم الحج وحج البيت أقيم الركن الرابع في هذا الشهر الكريم لتنزل القرآن فيه كأننا فرحانين بنزول القرآن فنقول يا رب شكرا شكرا بالنسبة ربنا مش شكرا باللسان عبادة فيفرد علينا عبادة اسمها الصيام في رمضان ليه؟ لأداء الشكر على هذه النعمة العظيمة نعمة تنزل القرآن وابتداء تنزله في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وده اللي يأكد لي حاجة مهمة جدا إذا كان رمضان شهرا شريفا وعظما يصام فيه أداء لركن الصيام في الإسلام فأية ليلة فيه أشرف بل أية ليلة أشرف في العمر كله في الدهر يعني في السنة كلها في العام كله إنها ليلة القدر بما شرفت ليلة القدر ده بيأكد كلامنا طبعا أرفت الجواب وأجبته بالتأكيد شرفت ليلة القدر بتنزل القرآن فيها القرآن نزلت القدر اللهم نعم إما أنه نزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء في ليلة القدر أو ابتدأ الله إنزاله في ليلة القدر على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وده معنى قولي تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر هيجا حديثنا عن تلك القدر بإذن الله سبحانه وتعالى هناك بعض الأقوال لكن سندها ليس بالقوي أن جميع الكتب أنزلت في رمضان جميع الكتب هفار يعني لا تتسم بالصحة وبالقوة لكن قول موجود فلا منع أن نذكره ذكر المحمد ومسنده في حديث لكن ليس بالقوي عن واثلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صعف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خالت من رمضان وأنزل الفرقان القرآن يعني لأربع وعشرين خالت من رمضان بغض النظر الحديث قوي ولا ضعيف لكن أنا عندي يقين بأن القرآن من القرآن القرآن اللي قال لي ما فيش أصح من كده بقى شهر ما الذي أنزل فيه القرآن يجي هنا الناس بقى يختلفوا يعني أنزل فيه القرآن ما إحنا فيه القرآن نزع على سيدنا نبي في رمضان وفي الرمضان في سفر وفي حضر في ليل وفي النهار في مكة وفي المدينة على مدى ثلاثة وعشرين سنة صح صح ما الذي ينزل فيه القرآن دي إما أن يكون المقصود أن القرآن كما قلت لكم من علم الله نزل إلى اللوح المحفوظ ومن اللوح المحفوظ نزل في بيت العزة في السماء وهو الكتاب المكنون الذي قال الله في شأنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمس إلى المطهرون أي الملائكة في هذا الموضوع فيكون القرآن كله نزل في رمضان على هذا النحو أو على هذا المعنى أو الذي بدأ نزوله في رمضان يبقى شهر رمضان الذي بدأ نزول القرآن فيه اللي هو في ليلة القدر ويبقى معنى إنه أنزلنا أي ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر أو في رمضان الشاهد إذن هو أن رمضان إنما عظم لنزول القرآن فيه ومن هنا نقول إذا كنا نصوم نهارا فعلينا أن نقوم الليلة بالقرآن ليلا ونحافظ على القرآن وكراءته وتلاوته وتدبره كما نحافظ على الصيام وهما معا يشفعان للعبد يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يشفع فينا الصيام وأن يشفع فينا القرآن وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونتقبل بنا الصيام والقيام وصلى الله على النبي العدنان والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله